تعاني مدينة الناصرية في ذيقار من ظاهرة تسرب تلاميذة المدارس بأعداد كبيرة يعتبر الفقر والحاجة والعادات والتقاليد إضافة إلى التقصير الحكومي في معالجة أسباب هذه الظاهرة من الأسباب الرئيسية لتفشيها في المدينة يكون هناك ملاحقة ومتابعة من قبل الجهات المعنية الجهات التعليمية الجهات التربوية الجهات الثقافية من خلال عقد الندوات التثقيفية من خلال عقد المؤتمرات من خلال اللقاءات المباشرة مع العوائل مع الناس البسطاء الذين لا يولون هذا الموضوع أهمية ارتفاع مستوى الجريمة ارتفاع حالات الفقر يعني كثير من الظاهر السلبية جاءت تنتج بسبب الجهل والأمية كل ما ارتفعت نسبة الأمية كل ما زادت حتى في مستوى في الدراسات القانونية أحد أسباب وظواهر انتشار الجريمة هي الجهل لنا أجراء في رفع كافة المشكوك بهم وأيضا قامت قيادة الشرطة ذي قارب التعاون مع الشرطة الأحداث بإجراءات رادعة فيما يخص هذا الجانب لأن هذه الإجراءات لا ترتقي إلى مستوى حجم المشكلة المشكلة كبيرة ويحتاج تدخل كبير بالتالي نطالب في حالة توفر المشاريع وكثرة الموارد الاقتصادية سوف تكتفيها الظاهرة وتسوف تنتهي الآن الإجراءات مستمرة في عملية المتابعة لهذه العمل